اشتركوا في القناة ومتخصص فيه العشاب والنباتات الطبية برحب بيك يا فاني متى حياة الحظك السلام بشكل عام كده اهمية النباتات الطبية والاعشاب بشكل عام؟ هو لو احنا عرفنا اهمية العشاب والنباتات الطبية وفهمناها كواس جدا هتلاها حلت لنا مشاكل كثير في حياتنا فبداية كده اصلا اي بزور موجود على السطح الكرة الارضية هي دي اصلا ايه خلايا حية ومنظومة متكملة مع بعضها البعض ومتركبة بشكل ايه قوي جدا زيها زي الانسان كده فالانسان كان حي ودي كان حي فازا كان الله عز وجل اهبط الانسان على السطح الكرة الارضية فمن المستحيل ان تلاقي البزور كده نشأت من تلقاء نفسها على حسب نظريت دروين ان هي تواجدت كده قونت من ذاتي نفسها على السطح الكرة الارضية دي مستحيل الكل السمار اللي موجودة على سطح الكرة الارضية دي هبطت من عند الله على الكوكب الارض وبدأت ايه تنشأ في بيئة صالحة للنمو والزراع الغيت لما نشأت بالشكل اللي احنا شايفينه دور النباتات هي وسيط بين التربة وبين الانسان فالله عز وجل خلق الانسان من التربة كل النباتات اللي انت شاف على وجه الكرة الارضية دي كلها هي اساسا عبارة عن ايه بتمتص الغذاء اللي موجود في التربة وتوصله لناك زي رسالة كده حتى الحيانات اللي بتتغذى على النباتات هي بتتغذى وبتاخد تحول من الصورة النباتية ديت الى صورة بروتينية داخل جسمها نحنا نتغذى باجه على الخرفان او المعز او الجموس او البكر فنتغذى بيه اذا كل الحياة دي كلها مسخرة للانسان في الاساس طيب الانسان القديم البدائي يعرف اصلا فويد العشاب والنباتات طبية ازاي الحضارات السابقة كانت حضارات متقدمة ارقى مننا في المستوى لان كان الجانب الروحي فيها اعلى من مستوى الناد الوقت اللي مسيطر على الحضارات الحديثة هو الجانب المادي فما عادش بنا وبين النباتات تواصل كان زمان الانسان بيعيش في تأمل يقول طول الوقت يتأمل في النباتات وياخد باله منها ويحس بيها ويشعر بيها وكذلك النباتات بتشعر بالانسان وبتبعث له رسائل عن طريق اسمها الرنين المتناغم لان كل نبات او انا او حضرتك لنا هالة كذلك يا سيد السلام النبات نفسه له هالة فبيبع الترددات الترددات توصل للانسان فهل الانسان اللي اكتشف فويد النباتات ام النباتات هي اللي ارسلك لنا رسائل تعبر عن نفسها النباتات هي اللي بترسل رسائل للانسان عشان تعبر عن نفسها يعني واحد كان مريض بيحكي انني كان عندي البلهريسيا كل اكباد المصريين اتهارت من البلهريسيا فواحد جاعد في الغيط فحس كده ان حاجة تجذبه الى نبات معين اسمه افسنتين او بيسموها دمسيسة انه يكلها هي خضرة في الغيط فده انه يكلها هو في رغبة ملحدة داخله بتوحي له ان انت كل من النبات دي فده انه يكلها لما وشه رد فلما راح كشف الدكتور شافه بعد ما كان صحته متدمرة لاجه صحيح انت تتحسنت ووشه اتزبط وكلام من ده فقال له ايه اللي عملته قال له والله نكالت من النبات ده فخده حلاله واستخلص منه مادة اللي هي حاليا دلوقتي بتعالج البلهريسيا على مستوى مصره كله ماشاها الله تباركا كان في واحد برضو في الحرب العالمية التانية كل الناس بتموت من الجروح اثر الصديد واحد كده هو قاعد في المعركة لاجه نفسه مريضه على وشك انه يموت فبرضه لاجه نفسه كده نفسه بتميل انه لاجه اوراق بتجذبه خلصوا منه مادة الاسبرين اللي انت بتحطها على ايه على دولة نقزت ان البشرية كلها من الموت المحقق بسبب الجروح اللي كانت بتنتبنى اثناء الحروب والمعركة سبحان الله تعالى فهي النباتات انا كنت زمان اقرأ ان الناس بيقولوا ان الانسان شاف الحيوان وهو بيستخدم الشيح او بيستخدم مثلا النبات كذا لما بيكون تعبان طلع ان النبات هو اللي بيوحي ويبعط رسائل للحيوان وللانسان عشان يتعاملوا معه فاحنا عرفنا فوائد العشاب والنباتات الطبية من خلال رسائل بيبعتها النبات لنا فانت بقى لو عرفت بقى همية النباتات كده يبقى نعمل ايه بقى يحصل لنا حاجة اسمها حالة من التأمل ان انت تقعد دايما تسيب نفسك ببساطة للحديقة اللي قدام بيتك او للمزرعة اللي انت عايش فيها او البيئة اللي انت عايش فيها سيبها سيب روحك تتعرف على النباتات والنباتات تتعرف عليها لان هي لو انت عندك اي مرض هتلاقي نفسك في حاجة ان انت تاكل مثلا وليكن السريس مثلا او اللي بيسموله اندباء تلاقي نفسك محتاج ان انت تاكله فلما تاكله هو سبحان الله ده هو مرض عندك انه بتحس به وانت معرفتهش وكانه جهاز اشعة بيكشف عليك وبيعرف عندك ايه ويبعت لك رسائل زي ايه بالضبط المثال الحي اللي بنا وكلنا عارفينه ان الستة وهي حامل الجنين في بطنها بيقول يستفاد 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 من المقونات اللي في جسمها فبيعمل لها مثلا ضعف معين في عناصر غزائية معينة فهي تلاقي بدولها كان نفسي اكل كذا يقولوا الحاجة وحتقولها لانها بتتوحم هو الوحم ده ده اصلا طلع حاجة علمية ولسه الناس مكتشفينها في الفترة الحديثة والقدماء المصريين كانوا عارفين الموضوع ده سابقا من الاف السنين سبحان الله طيب ان احنا في فصل الصيف ايه الاعشاب او النباتات الطبية اللي احنا ممكن نتناولها تعزز من الجهاز المناعي ايضا بتساعد في ظل الاحلامة بنعيش درواتي من الانتشارك تاني مجددا لي متحور كورونا عايزين نقوي جهاز المناعبة مثل هذا بتنصح بيه انا بس عايزة بيه معلومة ان في البداية اي جنين بتكون في جسم والدته يعني او في الرحم اول ما بتكون بتكون فيه المخ والجهاز الايه والعمود الفقري عايزة والعمودة المخ هو الادارة اللي بتدير الجسم وفيه اسلاك كثيرة جدا ومتعددة جديلتين بيمتدوا في العمود الفقري والعمود الفقري بيتكون وبدخله اسلاك الاسلاك دي من كل فقرة من فقرات الجسم بيخرج منها اسلاك معينة عشان تغزي الكابد وتغزي الكلا وتغزي مثلا القلب كلها اصلا بتاخد ايه بتدار من خلال ايه المخ اللي هو بيشغلها وبعت لها رسائل وبعت لها الغزاء المطلوب وبينظم العملاء داخل جسم الانسان ولذلك الناس سموا العمود الفقري لانه هو المسؤول عن حمل الجسم من جهة ومن جهة على ايه ادارة الجسم والتغزي وكعمود توصيل لكل ايه الاجهزة الموجودة في الجسم فانا كنت عايز اركز النهاردة على الاكلات لانه كل الناس اللي يمدي بتشتكي من اعلام في العمودة الفقري والناس كلها العمودة الفقري تعابها وكانت زمان مرض عصري حديث زمان يمصد اصلاه ما كانش حد بيشتكي من العمودة الفقري خالص لأن الناس كانت أكثر حركة أكثر قوة وبيتحركوا كثير وبشغلوا كثير وبيتعرضوا للشمس كثير طيب نصح بي أفن في هذه الأمور المتعلقة بالعظام والمشاكل اللي احنا بنواجهها لو أنا عايز أقويل عظام داخل الجسم طيب لو العظام قوية داخل الجسم وقسيق تماماً أن جهاز المنع بيبقى قوي لأن واحد عمود الفقري بتاعه تعبه جهاز المنع عنده ضعيف لأنه واصلا جهاز المنع ده بيشتغل كمنظومة متكاملة مع بعضها لبعض هو العمود الفقري فأنا عايز أقويل عمود الفقري ده الأول مثلاً أنام بدري وأصحى بدري وأنام بطريقة صحيح في نفس الوقت أعرض نفسي لأشعة الشمس الصباحية في فترة الصباح الباكر لأشعة الفقب النفسجية عشان جسمنا بيستخلص فيتمندال من أشعة الشمس وده بيقويل عظام جداً جداً في نفس الوقت المهم جداً أنني دايماً أرفض المرض ذهنياً يعني أنا لا أستجيب إطلاقاً أنني أبا مريض الفقرة دي دايماً نشيلها من دماغنا دايماً تحس أن انت قوي تحس أن انت صحيح البنية تحس أن انت صحتك كويسة تلعب رياضة فكرة أن انت تمرد ترفضها من دماغك لأني فيه مثلاً بيقولك اللي بيخاف من العفريت بيطلع له طولة ما انت خايف من المرض هيجي لك اللي يقولك داني والدي عنده السكر ومي وأنا هجي لي سكر بيجي للسكر واللي كداني والدي أصلع بنصلع اللي يقول يفكر في الأمراض بتجيله. لأنما أنا أصلاً أرفض فكرة الأمراض خالص من ذهني خالص وأتعامل بإني ربنا سبحانه وتعالى خلقني. في هذه الحياة لأكون صحيحاً قوياً. هو ده الشعار اللي أنا أشيله في ذهني. في نفس الوقت أنا عايز أكل بقى أكلات تقوي جداً العمود الفقري. زي ايه؟ زي فول الصوية. فول الصوية دي مفيد جداً. أولاً هو بيوسع الشرين وبقلل الدون السلساء والكوليسترول من الجسم وفي نفس الوقت مفيد للقلب وفي نفس الوقت مغزي بدي عاصل غزائية كثيرة مثلاً زي القالسام والماغنسيوم وبروتينات جميلة ونباتية وكويسة. هو في خاصية كمان إنه هو بزود المادة الجيلاتينية اللي موجودة في المفاصل وفي العمودة الفقر بس له طريقة في الاستخدام. زي فول الصوية برضو مفيد زي؟ ها؟ زي فول الصوية مفيد. زي فول الصوية مفيد بس الأفيد منه البزرة نفسها شنفهاها ألياف. والبزرة لما أنت بتستخدمها هي أساساً كائن حي. لو أنت خدتها زرعتها بتنبت أو ما بتنبتش بتنبت. إذا أنت كائن حي وهي كائن حي. بحصل بينك وبينها انسجام. مش بحصل من الجسم رفضي لها. بل بيتقبلها ويتعاش معها. لأنهم خرجوا من ايه؟ من معين واحد. اللي هي الطربة يعني. طيب أنا قبل ما استخدم فول الصوية دي. لازم أحطه في مية لمدة ست ساعات عشان أتخلص من المواد السيئة أو السمى اللي موجودة فيه قبل الاستخدام. كده هي الدينة أجففه بعد كده. وممكن أطحان وأخذ معلقة صغيرة غلقة مع اللبن أو أشربها بدون لبن. المهم لو أنا شربت كل يوم. لو أحد أستة عندها أطفال صغيرين عايزة تكون عندهم البنية وتكون عندهم العمود الفقري. تشربهم الفول الصوية دي. لأنه هو موجود عندنا وسعر له رخيص خارص. بس الناس ايه؟ غفلة عنه ما بتعتمش به. تمام. ده بالنسبة لفول الصوية. ممكن بقى استخدم حاسمها حب العزيز. حب العزيز ده شوف سموه حب العزيز. كان في واحد أصلا مالك بيحكم المسلمين زمان آآ اسمه العزيز. وكان بيحب يقل باستمرار. فسموه الاسم ده على اسمه اسمه حب العزيز ده هو. هو أصلا برضو قوي جدا فيه إن هو مفيد لعضلة للجلب. الناس اللي قاله كان عندي الاتهابات في القلب. لو هو أصلا كان الحب العزيز دي يشير له ينقج اسمه من الاتهابات الموجودة في الجلب. وفي نفس الوقت بيقوي أجهاز المناع ومغزي. وفي نفس ومع ذلك وبي يخسس برضو. لأنه هو أصلا حارق للكوليسترول الدهون السلسي. كل الناس عارفة إن حاب لازة يعني بيسمن الجسم. يسمن في حالة لو أنا حطيته مع عشاب مسمنة خليتها كتلة مع بعضها كده يقوم يسمن. إنما لو اتخذ مفرد لوحده بدون ما تضيف على أي حاجة خالص. وكلته يغزي الزاكرة. وفي نفس الوقت يقوي النظر. وبيجلل الدهون السلسي والكلسترول ومفيد للسائل اللازج اللي موجود بين الفقرات بتاعة العمود الفقري وخشونة المفاصل. فيه كمان حاجة اسمها بزر السمسم. ده غني بالماغنسيوم والبالكالسيوم. وعشان يعني أستخد منه أحمصه أو أجبه محمص. وبعدين أبتدي مثلا أغليه واشربه أو أحطه مثلا أنا أي مشروب أني بحبه مثلا زي الحلب وكتر منه. واستمر عليه فترة. كل العشاب اللي أنا بيقول عليها دي. لو حد بيعاني من آلام في العمود الفقري وسط مر لمدة شهر على حب العزيز فقط. أو فول الصية فقط. أو بزر السمسم فقط. أو جماحهم هم التلاتة مع بعض وخدهم سوا. توصي تلاقي قوة له عنده العظام. وبرضه ده كلامي دوت ينفع للأطفال الصغيرين في نفس الوقت. تمام. حتى ناس كان دايما تبين لحب العزيز ده وتاكله الناس برضو ايه بتهمل تستخدمه مع أنه هو مفيد جدا وكويس. وسعره رخيص. من الحاجات التانية اللي بتصيبنا تهديدا في فصل الصيف الارهاق. ممكن نعلوي زي بالعشاب. لما يكون فيه خمول وكسل نعرف على طول ان احنا مثلا هي ممكن نكون عندين نسبة أملح عالية في الجسم هي اللي عاملة لنا الخمول والكسل دي. لأن الكلية لما بتشغلش كويس الواحد بيحس بالخمول والكسل والارهاق. فيعمل ايه؟ يجيب شعير وحلفة بر. يحطهم لتين على بعض بكمية متساوية وشرب كل يوم كوباية واحدة بس على الريق الصبح ومش علىها شوية هيحس انها بتطلع من جسمه الأملح والنقرص والحصوات. والحصوات لا الحصوات لها طريقة تانية في النزول. لكن احنا لو مشينا على دول كده هتحس انها سحبت من جسمك الأملح واليوريك أسد تلاقي نفسك بعد فترة طالما نجلوه في جسمك تلاقي نفسك تنشط أوتوماتيك. ده ديها حاجة. دي اسمها التخلية. التخلية قبل التحلية. يعنيني بخلي جسمك من الأشياء اللي يضر بيه. طيب انا مثلا عايز اشرب حاجات مغزية ومقوية. مثلا مشهور جدا جدا حاسمها الكينة السنجابي أو حبة البركة. الاتنين دول الكينة السنجابي دي مقوية للجسم ومنشطة للجسم. منشطة للجهز الحركي. وفي نفس الوقت فيه حاسمها عصر راعي. عصر راعي دي اصلا لما يكون عندي التهابات في جسمي وحسس بالكسل والخمول اخذ منها معلقة صغيرة في كبات مية اشربها مرة واحدة في اليوم لان الزادة منها ضرة. يعني اشرب مرة واحدة في اليوم. بعد اسبوع العشر طيام هتلاقي الجسم عاد لطبيعته والنشطه الحيوي يزاده فيه تاني. في نفس الوقت برضو انت لو انت كسلان ومكسل وتعبان ومرهق. واسمها تحد في الشرع بيقولك ايه الحاج حصلت مشكلة او حصل او ابنك اتعور بتنط تجرب تنسى ان انت تعبان ومرهق اصلا الارهاق هو ارهاق ذهني والتعب هو تعب في الدماغ بس الجسم قال طيعة للعقل فالتعب كله في الدماغ لو انت اصلا عندك زهن متوقد ونشيط وخدت قرار ان انت دائما تكون متحافز تصحى بدري هتلاقي مهما كان عندك خمول وكسل هيضيعه. هتتعود عن نشطه الحيوية. طيب ايه الحاجات المنشطة للزهن والناس اللي ها بتبدأ بتقولك انا ادراتي بحاس ان عنده زهايمر بيتن زهايمر دوة بنجيب حاسمها روز ماري والكركم واللبان اللبان الدكر مثلا 100 جرام روز ماري 50 جرام كركم 30 جرام لبان دكر اتحنهم مع بعضهم البعض واخد معلها كل يوم الصبح واشربها مرة الصبح ومرة بالليل اعظب عليها لمدة 20 يوم على الاقل هتلاقي الزاكرة مع دي شاء الله بدأت تتنشط وايضا الى جانب كل شيء انت بتاخده للعلاج لازم عمليه التحفيز داخلي من جواك يعني انت اصلا الزاكرة دي بتتنشط ازاي بالتصميم على ان اكون زاكرتي قوية لو مثلا انت بتحب واحدة ودتك مع غير المدام طبعا وعزان انت راح تقبل هتعمل ايه هتروح ومش هتنسى الموضوع ده ابدا الموضوع شغلك وفي دماغك لكن الموضوع امور ذاتها الاهمية ما بتنسهاش خالص انما ما يكون في امر انت مش حطه في زينك بتنساه فانت ادرب دماغك على الزاكرة دي زاكرة تنشط مش حط الامر في زين خالص فمش هروح الحاجات التانية اللي هي خاصة بالاطفال دلوقتي الاطفال في فترة التوقين بيبقوا محتاجين حاجات مقوية ومحفزة بتساعد على عملية النمو بشكل كبير جدا في بعض الاولياء الامور بيلجاء انهم يدوا كيميكال سواء في عملية تحفزية للعظام سواء العملية التحفزية في الزاكرة في النمو العقلي ايه الحاجات اللي احنا ممكن نديها اول بداية الخطأ ان احنا ندي الحيط الجسم اصلا ده حسب ما بتعوده الجسم حسب ما بتعوده لما بتعوده على الكيميكال من البداية خالص بيصير امر سابط عنده بتعود عليه اما انت لما بتعوده على الحياة الطبيعية الاعيل بيدانه طولة عمره متعود على الحياة الطبيعية الطفل الصغير لو انت اكلته حاجات فيها الياف كثيرة جدا جدا صحته بتوبة قوية وممتازة اي حاجة فيها الياف يعني مثلا الخضروات الكثير يأكل خضروات بيحبها جزر خاص خيار اي حاجة خضرة فيجل جرجانة تتغسل كويس طبعا وبالخل وبالليمون وكلام من ده وتتتغسل مرة اثنين تلاتة والاولاد يأكلوها دي بسم الله ما شاء الله بتتحسن عملية الهضم اللي ده الطفل الصغير وبيتغزيه وبتنموا عنده اشياء كثيرة داخل الجسم خاصة انه زي ما احنا قلنا انه فيه انسجام ما بين الانسان والنبات فما بحصلش اي مشاكل على الاطلاق وفي نفس الوقت نبعد عن اكل بقى الشبسيات والقراتي والاشياء الخاصة دي لان دي كلها اصلا بتضر بتعمل عفونا في البطن وبتعمل تسبب امراض كثيرة لو بتزود عدد المكروبات الفاسئة الضرة في الجسم والديدان وكده فتلاقي العيال معدومة صحة وصحيتها ضعيفة وهشة لجال القادمة ده انا اصلا بتنبأ لها يعني هتحصل لها مصبع بعد كده الالك كل شوية بتضعف وبتخس لو مسكت اي عيل زجيته بنكفع على وشه مش قادر يمشي بسبب ان هو اصلا ما فيش تغذية كويسة وكلهم تعودوا على السوبر ماركت يروح يجيبوا اكلات من هناك تكوي وحيات جاهزة فطلع العيال اصلا صحيتها ضعيفة لا بنات ولا صبيان صحيتهم اصلا تنفع ببصلة لان احنا ما عدناش والاهالي كمان لامهات بتقول لك ابن بيصعب علي بيعيط وبتسيبه يروح يشتري الحادية مش جادرة تجبره على انه يأكل اكل طبيعي من البيت طبعا كل ما الام تكون صارمة وبتشد على العياله وبتقنحه من ده غلط وبتأكلهم اكل طبيعي من البيت كل ما تلاقي العيال صحيته قوية وكويسة تمام الحاجات التانية المحفزة اللي بتخلي الواحد قادر انه هو يشتغل دون ملل دايما كده بنحسه انا بشعور بالملل ربع ساعة ونص ساعة ومش قادر تقعد عايز تغرجه وده طبعا مش بتعرف عليه يعني انت على اللي ساعتين تراتة عشان تعرف تاخد بريك اهو ايه الحاجات اللي بتخليني يعني بتعدل حلقة المساجية بتخلي ان انا قادر على ان انا اشتغل حتى لو عندي ضغوط ما يبقاش استسلم الضغوط بتاعتي وفي بعض المشروبات بيقولك احرص على شربها باستمرار ده بيخليك يعني فرش على طول لو انت عصلا مثلا حسس انت مصدع وعايز تشرب حيات هدى عصابك تشرب زهرة البابونك او البردكوش او الروزماري دول او حيسمها الفاندر البابونك او الروزماري اه او حسب الارهاق اول ما تشربهم طبعا لو حطيت نصف ملاجهة سكر عليهم ملاجهة سكر علي الاشروبات دي اتهدى عصابك من جهة والسكر فيه جيليكوز بينشط الواحد على طول طيب انا اصلا لو حسست بالارهاق ومعايا مثلا طبق فيه طمر وحس بالارهاق وخدت طمراية كلتها مع مثلا كوبات شاي او كوبات بردكوش او زهرة البابونك هتحس بالحيوية والنشاط طيب لو انت حسس اصلا انت عندك ارتفاع في ضغط الدم ومداء شوية تعمل كوبات كركديت تشربها وهي تسيبها تبرد وتشربها تلاقي نفسك عصابك هديت وسعتلك الشرايين لان الكركديت من العشاب المصنفة انها بتحرج الدهون السلساء والكوليسترول بسريعة عشان كده انت بتحس بهبوط في الضورة الدموية مباشرة اول ما بتشربها طبعا لكن هي اساسا مش بتوطي الضغط زي ما الناس ما فهمه هي اصلا بتخسس الدهون المترقمها في الدورة الدموية وفي الشرايين وبالتالي اول ما تشربها تحس على طول بهدوء والصداع اللي في دماغك او النبض العالي ينخفض وتحس بالهدوء الناس اللي هي عسة انها دايما انت بتفع ضغط الدم المفروض بيكون معها مثلا يعني ازازة كده فها كركديه مسلج مثلا وممكن لو من غير سكر يبه افضل كل ما يحس انه عايز يشرب منه يشرب شوية لو عايز يحط عايز يحليه مثلا ممكن يحليه بالطمر ممكن يجيب طبع فاكهة جنبه منه يقولها بدلا هو مش عايز يستعين بالسكر ياخد اي فاكهة هيلاقي نفسه على طول فرشي ولزيزه كويس تمام طيب حدك قلتله احنا بنتكلم عن بعض المشروبات اللي بتنزل السفون من الكلا حاجات برضو بتفاتت الحاصة من الكلا في حاجة اسمها كترون سلطاني حجارة كده بيضة فيه نوعين منها فيه نوع كده شبيه مخشوش وفي نوعه اصلت لجيه مائل الى الصفرة او الشديد الصفرة عامل لونه زي اللون السمنة البلده كده ده اصلا بالطحن انه عام بضرة خالص وباخد منه مالها صغيرة حطها في كباية واعصر عليها لامونة مع شوية مية دافية وصبهم عليها وقلبهم ومشربوا بالتفل ده اول ما بينزل في الجسم على طول الجسم بيمتصه بتحول لمادة المادة دي بمجرد ما تمشي مع الدم وتدخل على الكلا بتعمل على ازابة الحصوات الموجودة في الكلا يقولك لا يفل الحديد الا الحديد معناها هي حصوات رملية الا انها بتتفاعل مع الرمل ده وتفتته هما الاثنين ينزلوا مع بعض من مجرى البول ده اصلا اي حد عنده حصوة ده خلال مثلا ثلاثة اربعة تيام حسب حجم الحصوة لو الحصوة صغيرة يوم والاتين وتلاها راحة تلاتة واللوجر والبسيط يومين تلاتة تلاها راحة اما واحد عنده حصوة كبيرة اي ده انه مستمر عليها المدة عشر تيام ما فيهاش مشكلة والكلة ما بتندرش والله بحصل لها اي حاجة خاصة حتى لو حصوة في الحلب ده دي بقى في الحصوة الحلب بتعلى طول بتفتتها وتتردها فورا تلاقي اضرار في البول شديد ده بالنسبة ليه القطرون السلطاني تمام ايه الحاجات اللي ننصح بيها في خفض الوزن واعتقد يعني محتاجين في فصل الصيف نستغله ان احنا ننزل وزننا في ظل الحرارة بص طب الجسم اصلا جسمنا واحنا اصلا رفيعين العقل دارس جسمك ومثبت وزن الوزن عندك مكتوب في الدماغ يعني دماغ الواحد عارفة وزنه عارفة انه مثلا وزني 80 كيلو هي بدانها والجسم بدانه محافظة على 80 دول لما بتحاول تخس تدنك تخس شوية وتبص تلاقي جسمك رجع لهم تاني فمثلا على سبيل المثال انا مثلا وزني 120 كيلو العقل اللي هو مثبت ان انا 120 كيلو لو جيت خسيت بسرعة خسيت بسرعة شديدة مثلا انا مثلا خسيت 34 كيلو في حوالي شهر ونص 45 يوم كده عملت لنفسي تركيبة شديدة وروح تخسسهم بسرعة حسيت ان انا اصلا دماغي معتش مركزة حسيت ان انا ازا اقول فيه وقت ضربة شمس دماغي من جوه مش منتبهة فيش تركيز عندي خالص ليه الدهون اللي في جسم كلها فقدتها وبسرعة فلقيت عشان دماغي تتضبط وحس الدماغ هي اللي بتجبرك على الاكل لان هي لها مطالب وعايزاها ومحتاجاها ولو غزاء معين وجلوكوز ومحتاجه فبيجبرك يعمل لك صداع يعمل لك تربنة في دماغي خليك تقعد تاكل 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 غيرت لما جسمك يعود لزيادة مرة ثانية كده العقل او الدماغ تستقر قبل التخسيس فاحسن طريقة في التخسيس هي سرقة الدهون من الجسم بطريقة من غير ما العقل يشعر به اللي هي التخسيس البطيئ انت مثلا مية وعشرين كيلو لو عايز تخسي تلاتين كيلو تخسهم في خلال سنة سنة ونص لهم انت معانش بتزيد لكن انت عملت قل سرقة سرة الدهون واحدة واحدة كل سبوع تخسيلك كيلو قل من كيلو بس المهم ان انت اصلا بتخس مش بتزيد وتمشي واحدة 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 كده جسمك هزبت عند معدل ثابت انت عايزه ده ازاي بقى احنا نقلل في الاكل اللي احنا بنكله كالعيش والرز والمكارونة والسكر والمحشي والحادية نقلل منها وانك اكتر اكتر من اكل الفاكهة والاكل اللي فيه الياف زي الحبوب والبقليات والحد يقولها غنية اللي فيه الياف زود ديك غزة بس في نفس الوقت فهيش سعارات حالية عالية كده انت تحس انت خسي هقولك بس معلومة صغيرة الجسم الانسان ده اصلا له قمية غزاء بتدخله الجزء ده تلت منه بيتخزن لصالح الدماغ والدماغ بياخد جزء يتغزى عليه والجسم كله اللي انت شافه ده بياخد تلت القيمة الغزائية اللي دخلها جسمك يعني الدماغ بياخد غزة تلت وبعدين ياخد تلت كمان يخزنه وفي نفس الوقت تلت بيغزى بيه الجسم طب هو بيخزن دهون اللي في الجسم عشان هو بيبقى حاسس انه ممكن ايه يحصل ان الانسان ده يمرض ان يحصل مجاع يحصل اي حاجة فالدماغ بتحب تأمن نفسه عشان لو حصل لك لقدر الله اي مكروه وما بتاكلش كويس او في صايم مثلا ياخد من الغزاء اللي موجود فيه في الجسم هي دهت سبب زيادة الوزن كل الناس اللي بتدخن اصلا علميا او من ناحية النفسية بيقول لك بيبقى عندهم عدم شعور بالامان هو حسس بعدم شعور بالامان فبتد يأكل كويس عشان يزود هرمون السعادة في جسم ويحس بالانبساط فيأكل عشان يخزن ومن هنا يحس بنوع من الامان شوي فانو انت خدا عندنا نوع من شكراك جدا الله سالسلام نورتين حضرتك وسالسلام العوضي ماجستير ميكروبوليجي الغذاء بجامعة الزاق متخص في العشاب ونبتات بشرفتين افادة متحادات ايضا بشكر حضرتكم وشاكرهم لحسن المتابعة ان شاء الله غدا اللقاء تجدد معاكم مع نهار جديد تحيات فرد العمل وتحيات عصر الشندويلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة